يعني بصوا أنا أقول لكم حاجة موضوع التحكيم ده مش هيعتراضات في كل اتجاه كل الأندية تعترضوا كل اللاعبين يعترضوا كل الأجهزة الفنية تعترضوا كل الإدارات تعترض والوضع مش عارف هي الأزمة فين يعني إيه أنا ما بحبش عادة يعني بطبعي أتدخل ولا أقول رأيي أصلا تحكيمي حتى لو شايف واضح مش شغلانتي شغلانة الراجل اللي بيحلل تحكيم المشكلة لها أصلا أن الناس اللي بتحلل التحكيم أو بتقول قراءة في التحكيم أو بتقول أي حاجة لها علاقة بالتحكيم أساسا بيبقوا مختلفين الحكام نفسهم في أرض الملعب هتلاقي حكم هنا بيحتسب قرار مثلا فاول أو ضرب الجزاء أو أوفصيد هتلاقي حكم تاني ما بيحسبش نفس القرار ففيه اختلافات كمية الاختلافات دي ما بالك أنت الحكام وخبراء التحكيم بيختلفوا فيها الناس العادية المشاهدين اللاعبين الأجهزة الفنية هيبقى الوضع يعمل إزاي؟ فإحنا محتاجين حاجتين واضحين الحاجتين دول المفقود نعملهم من سنين من سنين بس أحنا ما نعملهمش بس أحنا نعملهم أول حاجة تطوير حقيقة لمنظومة التحكيم تطوير حقيقة لمنظومة التحكيم حتى لو استلزم الأمر نبقى عندنا خبير أجنابي في هذا الأمر والأخطاء مش هتخلص يعني مش معنى أنه هنجيب خبير تحكيمي أجنابي مثلا أو حتى خبير تحكيمي مصري كبير أو عربي أي حاجة بس نشوف نطور إزاي؟ يعني نطور لازم نطور في بعض الأخطاء اللي أحيانا بتبقى مش مفهومة النهاردة المطش وقف في البار كتير قوي المباراة خلصتنا في ديارة 105 تقريبا كتير قوي في الكرة بتاعتصال كتير ليه كل ده؟ واللعيبة واقفة حولينا حكم والحكم واقف حولينا اللعيبة وبندردش وبنتكلم وناس بتتعصب وناس بتتعصبش وقت كتير في مشاكل في مشاكل حقيقية نحلها بس ده واحد ده واحد اثنين لو التحكيم بقى ماشي بشكل كويس فرضا والأمور كلها جيدة يبقى لازم قرارات حازمة جدا ضد كل من يعترض على التحكيم لكن كل الناس بتعترض وكل الناس في دوشة وكل الناس في أزمات طيب يعني خلاص ادوا الناس الأول حقها ومرة أخرى هيبقى فيه أخطاء حتى وانت بتديهم حقهم بس متبقاش أخطاء واضحة متبقى أخطاء ده واحد اثنين انه يبقى فيه إجراءات واضحة وحازمة ضد كل من يعترض أو يتجاوز ضد التحكيم عشان الناس تقدر تحكم وتقف تحكم صح وعشان ميبقاش فيه دوشة اللي احنا منعيشها كل شوية على فكرة مش بقول الدوشة دي بانتقد اللي بيعملوا الدوشة ممكن اللي بيعملوا الدوشة دول يبقى عندهم حق احنا الأول مش عايزين نوصلهم نبقى عندهم حق وبعد كده نبدأ ناخد إجراءات حازمة ضد من يعترض موضوع صعب أوش موضوع صعب جد انا متخيل انه بقالنا سنين فيه بس ما في الدولة الانجليزية بقى فيه أخطاء بس ميبقاش فيه كمية الاعتراضات دي وفي نفس الوقت ميبقاش فيه الأخطاء الكتيرة دي أخطاء قليلة مش كتيرة أوي كده طيب نرجع تاني لمرجوعنا فيما يخص النادي الأهلي فنيا معنويا النهاردة النادي الأهلي كسب انه يقدر يرجع مرة أخرى ويكسب في البلاس 90 العادة بتاعة الأهلي المعتادة منه في المباريات كلها فكده عندنا حالة معنوية جيدة قبل مباراة الوداد لحد آخر لحظة الأهلي يقدر يلعب ويكسب ويسجل حاجة تانية انه الأهلي كان بقاله فترة ما بيكسبش في الدولة فمعنويا كان الأهلي محتاج النهاردة لعبين وجهاز فنيا انه يحسوا انه لا احنا بديقدر نكسب تالت حاجة انه الأهلي النهاردة سجلها ده فين؟ الأهلي عنده يعني نضرة في الأهداف اللي بيسجلها وعنده مشاكل هجومية كبيرة جدا فدي حاجة معنوية كويسة جدا المشكلة الفنية الواضحة جدا إضاعة الفرص السهلة ده واحد اثنين كرات طولية النهاردة الأهلي إحصائية يعني عمل خمسين كرة طولية خمسة وعشرين في الشوت الأول وخمسة وعشرين في الشوت التاني كل الكرات معلقة كل الكرات معلقة ده مش الأهلي خلاص لما تلعب مع دفاع متكتل جدا انت محتاج تبني وتفتح مساحات وتشتغل بالشغل ده عشان تعرف يبقى عندك فرص حقيقية لعني ما بيلعبش بالطريقة دي آه بالمناسبة عشان نبقى أكثر أمانة الأهلي النهاردة في خطين عنده مش موجودين خطين خط الدفاع وخط النص خط الدفاع تقع عنده إصابات في مين؟ أيمان أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم أيمان أشرف إقاف أيمان أشرف وياسر إبراهيم وبدر بنون وكمان انت عندك أيمان أشرف وياسر إبراهيم وبدر بنون أنا بتذكر بس الغيابات اللي في خط الدفاع وعندك محمد عبد المنعم وعندك في نص الملعب أليو ديانجي وحمدي فتحي وعمل السلية خطين خطين بالكامل خطين بالكامل انت متخيل أزمة يعني أزمة كبيرة بس رغم كل ده الأهلي مش المفروض يظهر بالشكل ده عشان برضو فيه عناصر مهمة في الفريق عناصر عدها خبرات علي معلول خبرات محمد هاني خبرات قدام بقى حسين الشحات خبرات برستاو خبرات محمد شريف المفروض خبرات فبرضو قفشة طبعا خبرات فانت بتتكلم في الفريق برضو لا هو مش ناقص قوي مش ناقص تماما عفوا بس الأداء فيه مشكلة والأهل لما كان كامل بيبقى عنده مشكلة فيه مشاكل فنية في الأهل كتير بتسوى المسلماني لازم يعالجها بسرعة تبع عندكش وقت خلاص فاضيلك 8 ايام على مبارات الوداد اه ممكن تلعب في النص الستان كامبني وهاجل لك على مبارات الستان كامبني عشان هي غالبا هتتأجل غالبا هتتأجل عشان مسلماني النهاردة كمان رمى الورقة في المؤتمر السعفي وقال انا اصلا مش هيبقى عندي دكة في مبارات ايستان لو لعبت مبارات ايستان فهيبقى الامور بالنسبة لي صعبة فانا اعتقد احنا رايحين لسكة تأجيل المبارات مفيش قرار رسمي في نهاية الأمر حتى لقانا المبارات في معادة يوم الأربعاء القاضي بس غالبا هتؤجل المبارات غالبا هيرحق نفسه الاهلي اه هيرحق نفسه الاهلي هاعمل مبارات كبيرة قدام الوداد اظن الاهلي هاعمل مبارات كبيرة قدام الوداد اللي بيحصل ده كله في الدوري ما لوش علاقة باللي هايحصل قدام الوداد قدام الوداد انت بتلعب بقلبك بشخصيتك باسمك الكبير النادي الآتي بس فيه اخطاء الاهلي خمس مبارات في الدوري نهارده كسب بس كسب فيديه 95 و97 لكن خمس مبارات الأداء مش حلو خالص خالص خسارة ثلث عدلات وفوز النهاردة بشكل أنفس له ده خبرات علي معلول وشخصية علي معلول ما كانش الأهلي كسب النهاردة كمان وكنا ممكن نقول النهاردة إن خمس مباراة على التوالي دون فوز وبالمناسبة أنا بقولي الكلام ده والأهلي كسبان عشان حضرتك كنت هتلومني وهتلوم غيري لو قلنا غيري الكلام ده دلوقتي هتقول لي عشان الأهلي كسب بقى الأهلي النهاردة عمل مباراة عظيمة لا الأهلي النهاردة ما عبدش مباراة عظيمة فنياً ما عنانش مبارا عظيم على مستوى الروح والحماس في اللحظات الأكيرة طبعاً أداء جيد وروح جيدة من اللعبين تحديداً علي معلوم طيب في ظل هذه الإصارة التحكمية الكبيرة في كل المباراة كل المباراة ولسه كنت بتكلم اعتراضات بالجملة من الجميع أخطاء تحكمية أحياناً بتبقى واضحة وأحياناً ما بتبقاش واضحة في احتقان ما كده فيما يخص التحكيم ما يا رب احنا عايزين نطفيه بس عشان احنا لسه قدامنا شوية مطشاط والدوشة بتوجع الودان الدوشة بتوجع الودان عايزين نبقى هاديين نفرج على كورة أجل النهاردة أقول النهاردة مين اللي أعب حلو مين اللي أحب وحش اللي أعب اربعة اتنين ثلاثة واحد والاربعة ثلاثة ثلاثة ما يبقاش الحديث بتاعنا غصباً عننا كلنا أجائزة فنية ولاعبين وإعلاميين وصحفيين بنتكلم على التحكيم